الجنون فنون والعقل زينة نادر المان تلقى بحريني ما سمع بقصة المحتال اللي باع المحكمة او المحتال اللي باع مقبرة المنامة ولكن ان نشوف شباب يشترون اللاشيء فهذه قصة اخرى انتشرت في الاون الاخيرة قصة شراء الاراضي الافتراضية بين بعض الشباب والموضوع تطور لدرجة ان بعض الاراضي الافتراضية اصبحت اغلى من الاراضي الحقيقية وعلى سبيل المثال شاب يدعى قايا قام بشراء الحرم المكي بمئتين وسبعين الف دولار الوضع مجنون وعن هالشيء يقول كمال الشهابي المختص بالعملات الرقمية والاصول المشفرة لا يوجد اي عمل حقيقي او اي شيء على الواقع لهذه المنصات اما فقط ماخذين الصورة من جوجل ارض ولاصقينها ونخلينا كنت تشتري السبب الوحيد من الهب اللي صاره هو الانتشار سهولة الاستخدام وسهولة الشراء وما راح دافي اذا تقدر تبيعها او لا لانا ما في منصات اخرى غير هذه المناصة اللي هي مسوياتها وبدون مبالغة انت كأنك يالس تشتري هو في البحرين شاب يدعى سوما يعرض شجرة الحياة مقابل 35 دولار ونيمو يعرض مجمع لفنيوزو ب 16 دولار اما باب البحرين الرمز التجارة فيها البلد فمعروض ب 5 دولار ودوار عبد الكريم دولارين ونص منو يشتريه